اعرب صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الاعلان نايب الاول رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه لمسار العلاقات البحرينية الامريكية في ضوء ما تحظى به من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية ما اسهم في مواصلة تطور هذه العلاقات بزخم يتناسب مع عراقتها التاريخية والاستراتيجية جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع سعادة السيد جيمز متس وزير الدفاع الامريكي حيث رحب سموه بزيارة السيد متس مؤكدا سموه على التعاون المحوري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية مشيرا سموه الى ان التحالف والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين قد امتد اثره واسهامه الفاعل على المستوى الاقليمي بدعم السلام والاستقرار في الشرق الاوسط والتزامهم المشترك نحو التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام والاستقرار في جهود حفظ الامن في المنطقة والتصدي لمختلف التحديات وعلى رأسها مكافحة الارهاب وخلال اللقاء استعرض سموه مع وزير الدفاع الامريكي عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون والتنسيق الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة